روسيا سيرجي لافروف ونظيره الجزائري مراد مدلسي اتفقى في مؤتمر صحفي في موسكو على ضرورة الحل السلمي للازمة في سوريا ووقف العنف ومنع دخول الارهابين والمقاتلين وانتقال السلاح عبر الحدود جدد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الداعي لحل الازمات التي تمر بها المنطقة عبر الطرق السلمية ووقف العنف ومنع دخول الارهابيين والمقاتلين وانتقال السلاح عبر الحدود الارهاب قضية دولية وتعد ازمة القرن الواحد والعشرين والارهاب غير مقبول باي شكل ويجب عدم تبرئة الارهابيين لاي سبب كان ويجب عدم تقسيم الارهابيين الى جيدين وسيئين وعلى كل دولة او حكومة محاربته ونستغرب الموقف الفرنسي المزدواج حيال مكافحة الارهاب اذ في الوقت الذي يحاربون فيه الارهابيين في مالي يدعمون اولئك الارهابيين الذين انتقلوا من ليبيا وغيرها الى سوريا ولفت لافروف الى ضرورة وقوف الجميع ضد من يمنع استخدام الديمقراطية وتطور الدول ويستخدم اسلوب العنف وضرورة التخلص من تلك المجموعات الارهابية عن طريق نزع سلاحها وزير الخارجية الجزائري مراد ميدلسي قال ان الجزائر تدعم عملية المصالحة والحوار الوطني التي يجب ان يدعمها الجميع من اجل وقف العنف في سوريا معتبرا ان مسائل تسوية الازمات المختلفة ومنها الازمة في سوريا تتطلب اجراء الحوار الداخلي وهذا هو الاسلوب الذي سيضمن ازدهار هذه الدول ووقف الازمات فيها نوجه الشكر لاصدقائنا الروس الذين يبذلون جهودا كبيرة لعقد المؤتمر الدولي في جينيذ لحل الازمة في سوريا بالطرق الدبلوماسية والسياسية ونحن ندعم تلك الاتجاهات واكد وزير الخارجية الجزائري ان مكافحة الارهاب في لبنان يساهم في استقرار المنطقة ومنع انتشار المسلحين وتهريب السلاح وفي الختام شدد وزيراء الخارجية الروسي والجزائري على استمرار توثيق العلاقات بين الدولتين الصديقتين في المجال الدولي والاقليمي مؤكدين تطابق الاراء حول القضايا المتعلقة بالشرق الاوسط وافريقيا بشكل عام بعد اختتام المشاورات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والامم المتحدة في جينيف اعلن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي انه لم يتم الاتفاق على مواعيد عقد المؤتمر الدولي المرتقب بشأن سوريا مشيرا الى ان مشاركة ايران ضرورية بهذا المؤتمر المبعوث الاممي الى سوريا الاخضر الابراهيمي قال ان الوضع لم يتحسن ووصف مشاركة الحكومة السورية بمؤتمر جينيف القادم بانه امر ايجابي وراء الابراهيمي ان مسألة التسليح امر غير صائب بالتزامن اعلنت الامم المتحدة عن لقاء الاسبوع القادم عن لقاء الاسبوع القادم بين وزيري الخارجية الامريكي والروسي حول سوريا اشتركوا في القناة